مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بيبقى هدفها الأساسي هو تعظيم الاستفادة من كل المواد المائية المتاحة علشان كده هدفت هذه الاستراتيجية استراتيجية مصر 2030 على تنفيذ الكتير من المشروعات في الإطار ده وده طبعا بيجي وسط تحديات بيعيشها العالم كله تم وضع خارطة لمشروعات معالجة مياه الصرف الصحي في إطارها ده بيتم إنشاء مئات المحطات السنائية والسلسية بطاقة استعابية ضخمة النهاردة زمننا محمد محروس موجود في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة الأسرة عشان يقدر أنه يقول لنا تفاصيل أكتر وأكتر عن الموضوع ده محمد أنا برحب بيك وإليك الكلمة في المزيد من التفاصيل معك تفضل نعم آية تحياتي لك ولكل مشاهدة إكسترانيوز بالفعل أنا أقف الآن في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الزنية شمال محافظة الأخصر واحدة من عشرات المحطات التي عملت الدولة على إنشائها في مختلف المحافظات بهدف يعني إعادة استخدام المياه في الأغراض التي يمكن استخدام المياه فيها مثلا في محطة مياه منطقة الحبيل جنوب الأخصر يتم الاستفادة من هذه المياه في زراعة الأشجار أو الغابات الشجرية هذه المحطة والتي تقع في منطقة الزنية تم إنشائها مؤخرا بميزانية بلغت حوالي 780 مليون جنيه يعني هذه الميزانية تشمل هذه المحطة وتشمل 6 محطات رفع بالإضافة لشبكات الانحدار وخطوط الطرد التي تنتشر في أو ترفع المياه من القرى التابعة لهذه المحطة إلى هذه المحطة هذه المحطة سيستفيد من خدمتها 120 ألف مواطن هم سكان قرى الزنية والعشي والمدمود والصعيدة ومختلف القرى التابعة لمركز الزنية هذه المحطة وجهت أو شبكات الانحدار في هذه المحطة وجهت عقبات عملت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على تخطيها تمثلت هذه العقبات في وجود مياه جوفية ووجود بعض المرافق أثناء عملية إنشاء هذه الشبكات تم تغلب على هذه المعوقات ومن المتوقع أن تبدأ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الزنية من المتوقع أن تبدأ التشغيل التجريبي بعد أيام قليلة بعد انتهاء أعمال شبكات الانحدار وخطوط الطرد إلى جانب هذه المحطة تم إنشاء ست محطات رفع في القرى التابعة لمركز الزنية هذه المحطات ترفع مياه الصرف الصحي لهذه المحطة ويتم معالجة هذه المياه في هذه المحطة أيضا في إطار هذا الملف انتهت الدولة في محافظة الأقصر من إنشاء حوالي 19 مشروع لمياه الصرف الصحي منتشرة في مراكز إسنة وارمانت والقرنة تقريبا في كل مراكز المحافظة أيضا تم الانتهاء من إنشاء وتطوير ست محطات لمياه الشرب على سبيل المثال محطة مياه إسنة والتي تبلغ السعة الإنتاجية لها حوالي 61 ألف متر مكعب يوميا وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 360 مليون جنيه أيضا هناك توسعات محطة مياه أرمانت والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية لها حوالي 34 ألف متر مكعب يوميا وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 140 مليون جنيه إذن آية استثمارات كبيرة من جانب الدولة فيما يخص مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة الأقصر قرأ المحافظة كانت تعاني من حرمان خدمات الصرف الصحي خلال العقود الماضية ولكن منذ عدة سنوات بدأت الدولة تهتم بهذا الملف ومن المتوقع أن تتم تغطية قرأ محافظة الأقصر بنسبة 100% فيما يخص ملف الصرف الصحي في غضون السنتين أو الثلاث سنوات القادمة هناك عدد كبير من المشروعات التي تم الانتهاء منها وهناك بعض المشروعات التي يجري العمل فيها وطبعا بالإضافة إلى المحطات هناك شبكات الانحضار وخطوط الطرد وطبعا كما ذكرت في بداية حديثي أن هذه الشبكات وهذه الخطوط واجهت معوقات تمثلت في وجود مياه جوفية ووجود بعض المرافق التي أعاقت استكمال هذا الإطار ولكن تم التغلب عليها وكانت هناك جهود كبيرة من جانب الدولة في هذا الإطار لاستكمال هذا الملف حتى يتم تغطية كل قرى محافظة الأقصر بخدمة الصرف الصحي الذي يعود بالنفع على المواطنين في كل القرى وفي كل النجوح هنا في محافظة الأقصر كانت هذه التفاصيل نقلناها لكم مشاهدين والآن عودة إليك آية محمد محروس مراسل أكسترانيوز من الأقصر شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك